في كل يوم تبيح إيران وميليشياتها لنفسها الكثير لتدخل هذه المرة عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودي على خط قائمة مقدساتها وسرقاتها بالذريعة زيارة المقدسات يكشف موقع المونيتور الأمريكي عن أحد أساليب إيران لتهريب بضائعها للعراق التي تغز الأسواق حيث تتم عمليات التهريب عبر منافذ كردستان العراق بسهولة بالغة بحجة قدوم الزوار للأماكن الدينية في محافظتين نجف وكربلاء مع بسط ميليشيات الحجد نفوذها على تلك المعابر بشكل تام خطوط تهريب غير قانونية للبضائع الإيرانية المختلفة فتحتها ميليشيات الحجد لتخرق قرار حضر استيراد منتجات عدة للحفاظ على البضائع الوطنية بحسب الموقع الأمريكي ولتحرم بذلك العراق من رسوم قمرقية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدنانير يمكن استحصالها عبر تلك المعابر المشتركة ولكردستان العراق ثلاثة معابر حدودية مع إيران وهي حاج عمران في محافظة أربيل وبشماخ في السليمانية وبارفيز خان في منطقة إدارة كارميان ويعد هذا الأخير هو الأهم لإيران حيث مرت عبره في عام 2017 أكثر من 54% من الصادرات الإيرانية للعراق في ظل سيطرة مطلقة لميليشيات الحجد عليه وفق موقع المونيتر الذي أكد وجود شبكات احتيال وتهريب بضائع ضخمة هناك وهو ما يلتقي مع تأكيد سابق لوزارة المالية في كردستان العراق التي اكتفت بالإعلان عن اكتشاف شبكة تهريب واسعة عند معبر حدودي مع إيران دون تحديده وبشكل غير رسمي تعتمد إيران خلال عامين الماضيين على ميليشيات الحجد لإدخال المنتجات المحظورة عبر الحدود حيث تهرب إيران تلك المنتجات عبر منافذ كردستان ومن ثم يتم وضع علامات صنعة في العراق في محاولة الإهام المستهلك ونقاط التفتيش بأن المنتجات صنعت في كردستان العراق عمليات تهريب البضائع تدر على طهران أرباحا طائلة فبحسب المعلومات المعلنة فإن إيران صدرت العراق سلعا تتجاوز قيمتها 650 مليون دولار في الأشهر الأربعة الماضية مسجلة ارتفاعا هائلا بنسبة 33% وفي ظل نزيف الاقتصاد العراقي المستمر والتبعية المقيتة للميليشيات للمشروع الإيراني لم تؤثر زيارة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم الاستعراضية للمنافذ الحدودية في كردستان لم تؤثر على سير عمليات التهريب المتواصلة ليؤكد الرجل مجددا عجزه التام أو تواطؤه الخفي مع منظومة الفساد التي أفرزتها أحلك حقبة في تاريخ العراق الجديد ترجمة نانسي قنقر